موسيقى حياكم الله ومرحبا بكم منيديد مشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الوقفة القصيرة مستمرين بفقرات صباح الشرقية طبعا مشاهدين تتنوع الدراسات التي تساعد على التقليل من القلق والتوتر في جميع مجالات الحياة ومنها دراسة اليقظة الذهنية بنتعرف على اليقظة مشاهدين وكل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع مع ضيفنا اليوم الأستاذ خالد المنصوري مستشار ومدرف في التنمية البشرية صبحك الله بالخير يهلا فيك معنا اليوم أستاذ خالد صباح الخير والنور والسرير عليك على المشاهدين جميعا إن شاء الله يا مرحبا بك طبعا نحن اليوم بنتكلم عن موضوع مهمة المعرفة المشاهدين والذي هو موضوع اليقظة الذهنية وكيف الواحد ممكن يوعي نفسه بهذا الموضوع ففي البداية عطنا تعريف مختصر عن اليقظة الذهنية جميل طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم موضوع اليقظة الذهنية من المواضيع الجميلة والتي تتمارس في هذه الأيام بشكل فاعل بشكل جميل ويستطيع الإنسان أن يستمتع فيه اليقظة الذهنية باختصار أنك كيف توجه طاقتك بالاتجاه الصحيح وبالتالي تسيطر عليها في ذاتك وفي الناس اللي حولك في بعض الأحيان الإنسان في هذه الضغوطات الحياة الجديدة والعولمة والمسرعات الحياتية يحتاج إلى ضبط النفس للهدوء إلى التركيز إلى استرجاع قوة وبالتالي يحتاج إلى تمارين اليقظة الذهنية مثلها مثل أي تمرين آخر وبالتالي الحصول على الهدوء والتركيز يحتاج إلى تدريب وهذا التدريب يأتي من خلال اليقظة الذهنية اللي رح نتحدث عنه إن شاء الله جميل يعني اليقظة الذهنية فيها الكثير من التدريبات والتمارين للواحد لازم يفعلها حتى أنه يحس بالفعل بأنه فعل هذه اليقظة الذهنية عطنا شوية نبدأ عن هذه التدريبات والتمارين طبعا بالنسبة لأن اليقظة الذهنية هي عبارة عن بعض السلوكيات التي مارسها الإنسان وتعود عليها بالنفع المباشر اليقظة الذهنية لها فوائد كثيرة منها تسهل عيننا أن نستعيد المرونة تسهل عيننا أن نستطيع أن نركز أكثر نفكر بطريقة إيجابية أكثر نشعر بالعالم من حولنا من حيث السعادة ومن حيث الإدراك ومن حيث الاستيعاب اليقظة الذهنية عبارة عن بعض التأملات التي يفعلها الإنسان يجلس في جلسة حدوء مركز فيها وبالتالي يأخذ نفس عميق جدا ويخرجه بشكل جيد ويستطيع أن يعيد التوازن إلى نفسه اليوم أختي عايشة في العالم المتسارع هذا الإنسان دائما يفكر في الماضي فيأتيه الماضي على شكل بعض التهديدات في الأفكار أو في المشاعر فيحتاج إلى أن يسيطر على هذه المشاعر السلبية حتى يستعيد نفسه ويتسعيد التوازن اليوم خلاله يستطيع أن يمارس حياته بشكل أفضل جميل يعني قدر نقول أن دور اليقظة الذهنية له الكثير من الأمور الإيجابية الممكن تأثر على حياة الشخص بالشكل الإيجابي وأحيانا أيضا تقلل من حدة الضغوطات وأيضا من التوتر والقلق فكيف الواحد ممكن أن يعمل مثل كنترول بنفسه بحيث أنه يوصل دائما لليقظة الذهنية جميل في العالم جيلبرت يقول في هذا الصدد عندك أنت ثلاث مهارات يمر فيها أي إنسان المرحلة الأولى مرحلة التهديد المرحلة الثانية مرحلة الإرادة المرحلة الثالثة مرحلة التهديد مرحلة التهديد كل إنسان في يوم من الأيام يجلس في صباحة أو في مساءة أو في جلستة يشعر أن تدخل عليه بعض الأفكار تدخل عليه بعض المشارع هذه المشارع تأتيك إما من الماضي من الخبرات السابقة أو من المستقبل في الأفكار فيأخذ هذه المشارع وهذه طبيعية عند كل إنسان يمر فيها أنا أنت أي إنسان يمر في هذه المشارع ولكن في ناس تستمر معهم هذه المشاعر فبحاجة إلى أن يسيطر عليها الناحية الثانية اللي هي الإرادة أنا أفكر في طموح أفكر في وظيفة أفكر في مستقبل في أبناء في أسر إلى تارغت معين في لياقتي الرياضية هذه مرحلة الإرادة كما يقول جلبر ولكن يأتي الفاصل في النقطة الأخيرة كما يذكرها اللي هي مرحلة التهدئة يجب أني أهدي الشخص الذي أنت تنظر إليه أن هذا الإنسان سيء وممكن يكون سيء في جانب معين في موقف معين ولكن هدي ممكن يكون عنده مواقف أكثر إيجابية التهدئة بحاجة أنك أنت تمسك هذه الأفكار وما تخليها سيطر عليك وبالتالي إذا كان في الماضي في يوم الأيام أنا تعرضت إلى موقف معين في سيارتي أو في عملي أو في أسرتي أو في غيرة فأستطيع أني أسيطر عليها وأعطيها أكثر فاعلية وأعطيها أكثر حيوية بحيث أني ما توصل إلى أنها تؤثر على سلوكيات اليومية وتشعرني بالقلق والخوف والتردد أكيد يعني الكثير من الأشخاص يتعودون على المشاعر الإيجابية وفي بعض الفئات أيضا يتعودون على المشاعر السلبية وممكن هذه المشاعر السلبية أيضا تأثر عليهم فكيف الواحد يعود دائما نفسه أن يحول هذه المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية بحيث أنه لا تأثر عليه بتأثير سلبية حلو جميل أستاذ عايشة في الأيام هذه في كثير من الأمور تمر علينا اليقظة الذهنية لا تحتاج أنك تخصص لها مكان معين ثابت ولا تحتاج أنك تخصص لها زمان ثابت أنت كل اللي عليك أنك تجلس نتعود عليها أنك تجلس جلسة هدوء صفاء صفاء ذهني تحدث فيها نفسك بالأشياء الإيجابية التي تمر عليها تأخذ أنفاس عميقة لمدة عشر دقائق بدون التفكير اللي هو طبعا في التهديدات الموجودة السابقة من الخبرات السابقة أو الأشياء اللي أخايف منها في المستقبل تحصلي عفوا وبالتالي أستطيع أن أخذ هذه الأنفاس العميقة هي في البداية ستكون صعبة وليس بسيطة في البداية كيف الواحد يتعود عليها؟ في مثل التمارين البسيطة اللي يعملها بشكل يومي بحيث أنه تصير اليقظة الذهنية مثل الروتين في يومه أو في حياته؟ نعم الآن أجل سؤال أنت لو أردت أن أشتر في عين مستوى اللياقة عندك في البداية أول تمرين رياضي رأيت كيف سيكون؟ أول تمرين رياضة؟ نعم سيكون خفيف أبدا من الصفر من الصفر ولكن سيكون توجدين في نوع من الصعوبة في اللياقة وبدأ في جهد كبير مع الاستمرار سيكون الموضوع سهل في اليقظة الذهنية نحن نحدث فيها من شهر إلى 40 يوم أنك تمارسها بشكل يومي أقل مدة تمارسها 10 دقاق إلى 20 دقيقة وبالتالي هذا الهدوء هذا الصفاء هذا التركيز اللي بعيدا عن التفكير السربي مركز على الأشياء الجميلة في حياتي سفرة جميلة جلسة جميلة مع أحد الأصدقاء مع الوالدين مع العمل وبالتالي أفكر في الأشياء الجميلة بأصوات اللي حولي كثير مني يمر على البحر ما يسمع صوت البحر ما يستمتع بالأجواء ما يستمتع بالأجواء وبالتالي لما تستطيع أن تجبر العالم أن يأتي معك وتشعر بكل شيء حواليك بلون الوردة طريقة نبات هذه الوردة بطعم القهوة بحديث الناس بضحكات الناس هذه رح تجار عندك شعور جدا جميل يستمتع بالأجواء التفاصيل اللي ممكن أن تمر عليه أكيد واللي رح يقودني لهذا من خلال هذه التمرينات رح تجعلني أكثر قدرة على السيطرة أكثر إيجابية بهذا الجانب اللي هي التمارين اللي ذكرناه في بداية الحلقة التمارين الأسترخاء ويكون في جوهادي بحيث أنه دائما تحفز عنده اليقظة الذهنية دائما يقولون اليقظة الذهنية والشخص الذي تعود على هذه اليقظة الذهنية يصبح من الأشخاص المبدعين وتتغير حياته دائما للأفضل كيف نربط اليقظة الذهنية بالإبداع أستاذ خالد جميل جدا هذا السؤال بعض الأحيان أنا أحتاج إلى الإبداع في عملي أحتاج إلى الإبداع في وظيفتي أحتاج إلى أسرتي غيرها اليقظة الذهنية إذا أنا مارستها رح تجعلني أكثر قدرة على الإدراك وبالتالي سميها للمرونة الإدراكية في الإبداع إذا وصلت إلى المرونة الإدراكية ستقودك بعدها إلى مرحلة تسمى مرحلة التخمر الآن في دعوة الإمارات هناك حاضنات تسمى حاضنات الإبتكار حاضنات الإبداع وبالتالي هذه الحاضنات أنك تجعل الفكرة في حاضنة معينة كأنك ترعاها حتى تنمو وتكبر فتكبر هذه الفكرة فإذا استطعت أني أكبر الفكرة من بعد ما رسل المرونة الإدراكية راح تصلح الفكرة بشكل مشرق النقطة الثالثة يتبنى الفكرة إليهم ويحس أن الفكرة تطبقت على أرض الواقع في حياتك فاليقظة الذهنية تجعلني من الهدوء من القوة من التركيز ما يجعلني أن أطلع بفكرة جدا جميلة مبدعة تساهم بشكل أكبر في خدمة المجتمع وبالتالي هي جانب لا ينفصل عن الحياة نهائيا جميل يعني اليقظة الذهنية فيها الكثير من التفاصيل نحن ما كنا نعرفها مثل ما ذكرت إبداع إدراك ترتيب أولويات ترتيب أفكار حتى أنه يوصل للنتائج اللي هو يبغي يوصلها في حياته فالواحد إذا يبغي يدخل في اليقظة الذهنية بالشكل الصحيح في خطوات ممكن يمر فيها مثل أنه يرتب أفكاره يرتب أولوياته نعم نعم بالنسبة لهذا الموضوع أول شيء طبعا أنا أحتاج أني أخصص يوميا ما لا يقل عن عشر دقائق ما لا يقل مثلها مثل أي شيء ثاني أنا تعودت في حياتها بحيث أني أريد أحيش حياة فيها كواليتي لايف يعني هي طبعا الحياة الجيدة إذا حبيت أحيش كواليتي أوف ذا لايف كيف أقدر أعيشها أمارس هذه اللي قضى الذهنية بشكل يومي معتاد لمدة عشر دقائق بعدها أجد ناس يحفزوني على هذا الجانب يعني أنا لما أكون الوحدي أمارس هذه التمرين رح أجد فيه صعوبة ولكن لما أجد عايشة تحفزوني و أنا سويت هذا التمرين وبالتالي هذا التمرين رح يجد صدا الشي الثالث أني لازم أختار الوقت اللي يناسبني أنا مو بشرط أني أختار الوقت اللي هو طبعا الناس قلت عرفه والله بعصات الفير أنزل أنه ما ينشي الفير فراحت علي لا الوقت اللي يناسبني أنا قبل النوم بعد المغرب أنا في أي وقت أسمح لي أني أمارس فيه اليقظة ذهنية أجلس في جلسة صفا تأمل أستعيد فيها قواي واستجمع فيها أفكاري حتى أمارسها بشكل أكبر النقطة الأخيرة إذا حصلت جو من المنافسة رح تجد نتائج إيجابية أكثر إذا أنا طبعا أنا قلت الأربيعي أني أنا سويتها اليوم في شكل فلاني وبالتالي حصلت على نتائج إيجابية أنا سويتها لمدة عشر دقيقة أنا سويتها لمدة نصف ساعة أنا سويتها لمدة عشر دقائق جو كامل من التأمل هذا رح يساهم بشكل كبير أذكر في كتاب السعادة الشيخ محمد بن راشد أنه يذكر أنه عنده جلسات تأمل بشكل يومي تقريبا وهي ما تساعد حتى يمارس حياته بشكل أفضل ويصدر قرارات قيادية جريئة وصريحة تنفع المجتمع تفتح الدولة دائما الأفكار السليمة والأفكار الذكية تطلع من جلسات التأمل التي يقعد فيها شخص مع نفسه التي تسمى بالخلوة النفسية فذكرت أنت الكثير من النقاط التي تساعد الشخص أن يوصل لي اليقظة الذهنية الصحيحة وأمور كثيرة ومعايير كثيرة خذناها منك أستاذ خالد لكن هذه كلا تحتاج إلى أن الواحد يكون ضابط نفسه في التعامل وعارف نفسه أكثر وكلما دخل في يقظة ذهنية كلما تغيرت فيه أمور كثيرة في حياته في شخصيته فكيف الواحد أيضا يضبط نفسه ويضبط تعامله مع نفسه الأمر بسيط ونفس الوقت الأمر ليس بسيط بسيط عند الإنسان يريد أن يسوي هذا الموضوع أو أن يفعل هذا الشيء بعض الأحيان نحن نقعد ندردش مع أحد الأصدقاء نقول له ليش ما تحافظ على وزنك المثالي أو تنقص من وزنك يقول لك والله هذا فكرة ويد حلوة بس أنا ما قدر أسويها ممكن يقولها باللسانة أو بيقولها بواقع حالة بس يفكر فيها بس يفكر فيها ويعرف أنها نقطة صحيحة نفس الشيء موضوع التأمل بعض الأحيان الإنسان يجد أنه فيه إيجابية في هذا الموضوع أنا هنا الآن لو جالسينا حين في هذا المكان وقلنا خلنا أخذ نفس العميق لمدة نزل ثواني معدودة راح تجد أن النفس قاعد يترتاح أكثر وأكثر وأن الهدوء قاعد ينزل في النفس أكثر وأكثر نزل إذا كان هذا الشيء موضوع نقدر نمارسه خلال جلسة وهي في جلسة مباشرة على الهواء ومبالج إذا كان هذه الجلسات بجلسة صفا وتركيز وحضور وبالتالي الانضباط وضبط النفس يحتاج إلى إيرادة من الداخل يستطيع الإنسان يحططها نعم يعني في عوامل كثيرة تخلي الشخص يصل للهدوء مع النفس والهدوء مع الذات مثل ما ذكرت ياخذ نفس عميق وتكون أجواء هادية في بعض المشروبات أو نوع من الأغذية أيضا يساعد الأشخاص أن يوصلون لهذا الاسترخاء المطلوب طبعا ما كمل سؤلفنا عن هذا الموضوع أستاذ خالد لكن بنظهر هذا التقرير ونعرف المشاهدين على بعض الأطعمة والأغذية لتساعدهم على الهدوء والاسترخاء القلق والتوتر من أبرز المشكلات النفسية التي تواجه الكثير من الأشخاص تصاحب الشخص لفترة طويلة ويبحث بشكل مستمر عن سبول التخلص منها والتخفيف من حدتها هناك أكثر من طريقة لمعالجة التوتر دون اللجوء للطبيل منها ما يتعلق بالرياضة ومنها ما يعتمد على الغذاء بعض الأطعمة تساهم في تخفيف حدة القلق ومحاربة التوتر أهمها ثمرة الأفوغادو التي تحوي نسبة عالية من فيتامين با فتساعدنا على الشعور بالتحسن كما يحتوي الشفان على هيرمون السيرتونين ومضادات الأكسادا وهي عناصر ضرورية لتقوية الجهاز العصبي بالإضافة إلى مشكلات القلق والتوتر النفسي أما الحليب فهو مثالي قبل النوم لأنه يساعد على التخلص من الأرقي والقلق بفضل احتوائه على مضادات الأكسادا الفيتامينات البروتين والكالسيوم طبعا مشاهدينا تشفنا وتعرفنا معاكم على بعض الأطعمة والأغذية التي تساعد الإنسان بالتقليل من حدة القلق والتوتر وأيضا تساعده على الهدوء والاسترخى مستكملي معاك حوارنا أستاذ خالد عن اليقظة الذهنية وهذا الموضوع المهم يلازم كل شخص يمارس اليقظة الذهنية بشكل يومي تقريبا نحن تعرفنا قبل أن نظهر لهذا التقرير أن الشخص كيف يضبط نفسه وكيف يكون عارف أنه يتعامل مع نفسه بنتكلم حين اليقظة الذهنية كيف ممكن تساعد الشخص في أنه يتعامل مع المواقف التي تستويها في حياته شوفي أختي عائشة بالنسبة لأن اليقظة الذهنية هي اسمها اليقظة الذهنية أي أني أنا حاضر في هذه الساعة في هذا التوقيت في هذه اللحظة هذه اللحظة ملكي مثل الإنسان لما يدخل للصلاة هو داخل للصلاة الحين في الميزات الصلاة الناجحة تماما أنك أنت تؤديها بخشوع نفس الشي اللحظة لما أنا أكون عايش في هذا الجو في هذا المكان لازم أستشعر وجودي في هذا المكان لما أي لسماعي أسترتي لجب أني أستشعر وجودي في هذا المكان من فوائد اليقظة الذهنية فائدة جدا جميلة أنك تعلمك القيادة كثير منهم يقولون أنا عندي شخصية قيادية القيادة ليست في المواقف الباردة أو السهلة القيادة تبرز في المواقف الصعبة دائما المواقف الصعبة هي تحدد الإنسان الإيجابي والقوي من الإنسان الغير قيادي أو غير إيجابي فهذه المواقف الصعبة ستساهم فيها بشكل كبير لليقظة الذهنية التي كنت تمارسها سابقا مثل الإنساني لما يحتاج يجري مرة وحدة وما كان عنده لياقة فهذا راح تسعفها لياقة أنه يجري مسافة لابد من التهيئة أيضا يجري في النفس قبل اليقظة الذهنية نعم وبالتالي هذه التهيئة راح تساهم بشكل كبير اليقظة الذهنية حاليا تمارس في كل أنحاء العالم حتى كبار الرؤساء كبار القادة لما تقعرين في سيرتهم الذاتية راح تجدينهم أنهم حريصين عليها بشكل يومي وإذا ما كان شكل يومي بشكل أسبوعي لأنها راح تغير من طبيعة القرارة اللي راح يتخذونها في حياتهم نعم طيب يعني أنا ما ودي صراحة يعني خلص السوالف والحوار في موضوع اليقظة الذهنية ولكن ما شاء الله عليك يعني كفيت ووفيت وعطيتنا أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع حابين ناخذ منك اقتراحات أو نصائح توصل الشخص إلى اليقظة الذهنية شوفي أول شي طبعا أنت ما قلت هذه الاقتراحات راح تتبنى على أدة معايير أول شي لازم يكون عندك أنت ناس يساعدونك على اليقظة الذهنية شوف لك ناس إيجابية في الحياة إذا كذا محيطين فينا بعيدين عن اليقظة الذهنية كيف نحن نوعيهم؟ أنا أحتاج أن يكون عندي صديق أو صديق زميل أستطيع أن أمارس مع بعض الهوايات التي تهمني البعض يعتقد أن الصديق الذي هو القريب مني جدا هو الذي يجب أن أمارس مع كل طبيعة حياتي أو مهاراتي أو تطويري لا اليوم لا نعترف بالصداقة الأبدية لأن الصداقة الأبدية ساهمت في تدمير كثير من المشاريع القيادية تدمير كثير من المشاريع والطموحات عند الشباب أنا أقول اختار الزميل لكل مرحلة في حياتك للدراسة شوف منه اللي يحب الدراسة ويسعى إليها لتمارين الرياضة شوف منه اللي يسعى لتمارين الرياضية ويحرص عليها وبتالي يخل هذا الزميل رياضة للصلاة شوف منه اللي يقودك للصلاة وللمجال اليقظة شوف منه اللي يوديك لليقظة الذهنية ويحرص عليها ويحتم فيها لأن البعض يقولك والله أنا جالس لي جلسة في اليقظة الذهنية وزو سرحان عن الناس لا هي دور رئيسي تمارسها سواء لوحدك أو بالأشخاص اللي حواليك وبالتالي رح تساهم بشكل كبير في حياتك ورح تغير فيها من مشاعرك بشكل إيجابي وليمارسها رح يشوف النتيجة قريبة فنحن نتمنى إن شاء الله لكل يمارس اليقظة الذهنية أيضا ويستمتع بهذه اللحظات تكون مع نفسه فكل الشكر وتقدير لك أستاذ خالد المنصوري مستشار ومدرف في التنمية البشرية على هذا الموضوع المميز وعرفنا على أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع شكرا لك الشكر موصول لكم جميعا إن شاء الله بإذناء في بيئة إيجابية مستمرة إن شاء الله يا رب ويعطيك ألف عافية طبعا مشاهدين ما زلنا مستمرين معاكم في صباح الشرقية خلكم معنا